السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى بازن الله هنعمل مع بعض النشا بطريقة مختلفة جدا بعيد عن اي حاجة كنا بنعملها قبل كده هنعمل بيها وصفة جميلة جدا هتعجبكم فعلا ما تتقدرش بمال بس ياريت لو قبل ما تشوفي قناتي ما تنسينيش في لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل الاشعارات وطبعا بقى ما تنسوش تصالوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعالوا بقى بنا ونشوف مع بعض هنعمل وصفتنا دي ازاي وبقى شكله اي طريقة بجيب عندي بقى معلقة بالشكل ده كده وباخد معايا كيس النشا طبعا احنا فتحينه وبالعكس ما فيش اي مشكلة باخد معايا حوالي معلقة المعلقتين كده من النشا يحملي الكمية اللي تناسبك اه بعد كده بعد ما اخدت معلقة النشا بالشكل ده كده ببدأ طبعا ان انا اضيف عليها باقي لمكونات بتاعتي انا المرة دي مش اعملها وصفة خالص بس اعمل لها استخدام تاني سهل جدا ومختلف جدا جدا بعيد عن الطبخ بس فايدته والقيمة بتاعته عالية جدا اه فعلا تحفى انت بنفسكو هتحكمه لما تشوفه اخير الفاديو اه عملت بقى النشا معايا حطيت معلقة كبيرة كده من النشا ببدأ ان انا اضيف عليها معلقة كده صغيرة من زيت الزيتون ده زيت زيتون اصلي بصوا جميل جدا برضو زيت الزيتون اه للمعدة وجميل جدا بيقلل الكوليسترول في الدم يعني ليه برضو كزا فايدة وكزا قيمة وبرضو بنستخدمه للشعر والبشرة والحاجات دي كلها بجيب بقى معلقة كده من زيت الزيتون وابدأ بقى ان انا ايه يعني هابدأ ان انا اقلبها كده بالوصفة كاملة حيث ان هي تدخل جوا كمية النشا اللي انا هستخدمها بعد ما دخلتها بقى كده كلها في النشا بالشكل ده لو في اي حاجة مسل في المعلقة ببدأ ان انا اشلها طبعا انا عاملة المعلقة دي مخصصة للوصفات باستخدمهاش في الاكل خالص بعد بقى ما عملت معي المكونات دي هجيب بقى شوية عسل انت طبعا بتحط كمية الزيت نصف كمية العسل يعني لو انا حطيت معلقة زيت بحط عليها معلقتين عسل فان حط معلقة صغيرة بالمعلقة الخشب دي زيت فحط عليها معلقة كبيرة بالمعلقة الكبيرة دي عسل نحل فهيطلع معي القوان بالشكل الكريمي اللي هتشوفوه قدامكو ده لازم تطلع معاك الكريمي منفعش تسبيها كده اي تطلع سيلة او مسكة لا لازم كريمي برضو الوصفة دي هوريها لكو عملي وهتشوفوها كده اي هتشوفوه الوصفة والنتيجة قدامكو في نفس الوقت يعني دي من الحاجات اللي بتاخذي النتيجة بتاعتها وانت قاعدة يعني في ساعتها كده بتلاقي النتيجة بتظهر قدامك فلو عندك بقى فرح ولا عندك مناسبة ولا عندك حاجة تقدري تعمليها قبلها بنص ساعة ولا قبلها بساعة هتلحقق وقتك على طول مش هتااا مش هتعودي بقا ايام وشهور وسنين عشان تاااا تاخذي النتيجة لقى في ساعتها هتلاقي النتيجة لو انت حابة تحطي زيت تاني او اللقاتي الكمية بتاعتك تنقصة ممكن تزاوديها عادي بس انا مش هزاوديها لو انت هتزاودي الكمية بتزاودي طبعا كمية الزيت بتبقى معلقتين مثلا من الزيت عليهم معلقتين من العسل عليهم معلقة واحدة من الزيت دي كمية المظبوطة معلقتين عسل معلقة زيت تقلي بها بقى معاكي كويس جدا لحد ما تلاقي القوام بتاعك كريمي لو انت بصوا القوام بقيت عاملة ازاي بقى عاملة ازاي لو انت شايفة ان القوام كده تقيل ممكن تخفى فيها بمعلقة واحدة لبن او اللي هو الحليب مش اكتر شايفين طبعا القوام دلوقتي بقى عامل معي ازاي انا بقى هحتاج ان انا آآ استخدمها بقى على طول دي قبل الوصفة دي قبل ما اعملها بستخدمها معي على طول باجي معي الوصفة شايفين القوام عامل ازاي آآ باجيب بقى معي الفرشة وبجيب شعر ابني طبعا انا غسله آآ مخصول ومتنشف من قبلها يعني ما فرش اي مادة دهنية ولا اي حاجة تبدأ يتاخذي كده اي بالفرشة زي ما تكوني بتعملي سبغة للشعر الوصفة دي بتعمليها من الجدور للاطراف على الشعر بالكامل هتشوفه بقى شعره دلوقتي وشعره بعد ما حطينا عليه كل الحاجات الجميلة دي هيبقى اعمل ازاي بعدها حاول لي بقى ادخل الوصفة في الشعر بالكامل انا عشان افرق الشعر لان شعره صغير شوية فعملي يعني ايه بيبعد شوية فانا بحاول ان انا آآ ابين لكم الشعره كله بصوا بقى بعد ما خلصت الناحية دي هرجع برضو اكمل عليها كلها خليها بقى كلها بتغذيها معاكي بالا بالوصفة بتاعتنا دي بتغذي الشعر جدا جدا وبتفرده وبتنعمه وبتخلي بيلمع كمان معاكي تستخدميها المدة قد ايه مرة كل اسبوع مرة او مرتين على حسب انت ما تحبي وقت ما تكوني محتاج لها قوي لقيت شعرك هايش لقيت شعرك مقصف لقيت شعرك بقى مموج بالزيادة حطيها وخسلي شعرك وسيبيه ينشف هتلاقي النتيجة على طول في نفس الوقت هتلاقي النتيجة على طول مش هتستني اي وقت تاني مش هتستني مسلا شهور بقى او بتاعشان تشوف النتيجة ولا كزا مرة في الاسبوع لا من اول مرة بتعمليها وبمجرد الشعر ما بينشف تمسيك الشعرية تلاقي الحاجات المادة اللي احنا هطيناها دي بتقع كده البودر اللي فيها بيقع وبيبدأ ينزل منها دلوقتي انا بعمل ايه اما تلاقي البودر بيقع ويبدأ ينزل منها تغسلي الشعر على طول انا دلوقتي بعمل ايه بحاول ان انا ادخل الوصفة في في الشعر بالكامل فببدأ ان انا ادلكه كده يخلي الشعرية اتشرب الوصفة بصي بقى تبدأ ان انت تتسرحي بالشكل ده بحيس ان هو يكون معاكي مفروض اه لما بعمله كده ويبقى معايا الشعرية مفروضة وتنشف بتنشف تلاقيها مفروضة تخسليها تلاقيها مفروضة تخسليها تلاقيها مفروضة زي ما هي ولا كأن فيها اي حاجة حصلت بص بقى الشعرية مفروضة بتعمل معك ازاي? واللون نفسه حتى وهي وهي فيه. بنقبل اي حاجة اللون بيلمع جميل جداً. بتنسينيش بقى في اللايك. طبعاً غسل كله شعره. ده كده شعره وبعد ما اتغسل. بصوا بقى عامل ازاي? لسه بيلمع زي ما هو لسلامة. انا والله حاولت ان انا هنشف شعره على قد مقدر. معالش بقى هي الكاميرا تحركت مني شوية. لو عجبك بقى الفيديو ياريت ما تنسيش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. عشان يوصلك مني كل الاشعارات وما تنسوش تصالوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.